السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متعملين في قناة فوتر كوين محفظة بتحتوي أكثر من 24 مليار دولار من عملة الدوش كوين هل بيمتلك إيلون ماسك؟ وشو قصد الدعوة المرفوعة ضد إيلون ماسك من قبل حاملة عملة الدوش كوين؟ بهالفيديو نحن نتكلم عن هذا الموضوع ونعرف وين اتجاه عملة الدوش كوين بعد البومب اللي عملته العملة آخر 24 ساعة أمن فاش فيديو أصدقائي بيتمنى تضغل زر اللايك اشتركوا بقناة فعز الجرس حتي يوصلك كل جديد في عملة رقمي ولا تنسى انضم دقائقنا على تليجرام والرابط موجود أسفل فيديو والرابط موجود كما في بناء القناة خليكم معنا اصدقائي لبعد الأنترو طبعا اصدقائي في محفظة تسمى DH5YA هاي المحفظة فيها أكثر من 24 مليار دولار من عملة الدوش كوين وطبعا تم توجيه دعوة قضائية مرفوعة ضد إيلون ماسك في محكمة فدرالية أمريكية وكان اللي رافع هاي القضية مستثمرين استثمروا بعملة الدوش كوين وما فقد هاي القضية انه هاي المحفظة بيمتلك إيلون ماسك وهو عم يتحكم بأسعار عملة الدوش كوين يعني بتلاعب العملة بتغريداته ببيع وشراء داخل هاي العملة بال 24 مليار دولار الخاصة بهاي المحفظة طبعا نفى إيلون ماسك هالشي بالمحكمة في وقت سابق طبعا وقال انه هاي المحفظة خاصة بمنصة روبينهود لكن أغلب المحللين وأغلب المحاميين عم يقولوا انه هاي المحفظة لإيلون ماسك على منصة روبينهود يعني إيلون ماسك عم يتدول على منصة روبينهود بيمتلك أكثر من 24 مليار دولار من عملة الدوش كوين وطبعا في كتير من الدلائل طبعا زقائي هام الدلائل بتدل انه هاي محفظة لإيلون ماسك انه تم إجراء أكثر من 28 مليون معاملة 61 ألف وتسعمية وواحد وسبعين ممكن هذا الرقم تشوفه غريب نوعا ما أو ما له علاقة بإيلون ماسك لكن إذا بتقرأ الرقم بالعكس بتلاقي التاريخ 28 ستة ألف وتسعمية وواحد وسبعين اللي هو التاريخ ميلاد إيلون ماسك هذا الدليل الأول وطبعا في أحد المعاملات كان مكتوب عليها هاي إيلون أو مرحبا إيلون هاي الدليل الثاني على أنه هاي المحفظة بيمتلك إيلون ماسك رغم أنه إيلون ماسك عم ينفي أنه هاي المحفظة تكون لإيلون في أحد البرامج في برنامج اسمه صدر دي نايت لايف سأل المذيح إيلون ماسك ما هي الدوشكوين هل هي سكام رد عليه إيلون ماسك نعم أنها سكام وانخفضت القيمة السوقية لعملة الدوشكوين من التسعين مليار دولار إلى الخمسة واربعين مليار دولار يعني نخفضت تقريبا خمسين بالمئة من ذروة الارتفاع بعد ما وصلنا لمناطق السبعين سنت ومتو مدي سنت نخفضت العملة مرة تانية ونخفض قيمة السوقية لعملة دوش كوين من التسعين مليار دولار إلى الخمسة واربعين مليار دولار وفقا لبيانات كوين جيكو التلاعبات هاي لإيلوم ماسك ممكن تدفع فيه لمناطق كبيرة وممكن هاي القضية تطور هاي القضية قديمة نوعا ما لكن رجعت انفتحت مرة تانية عملة الدوش كوين اصدقائي بعد ما كنا عم نمشي بنموذج رائعة في ريمب الساعة كسبنا هذا الدموذج إلى الأسفل وأقفلنا أسفل هذا الدموذج حاليا هدفي على عملة الدوش كوين منطقتين يا أما منطقة الـ 85 سنت يا أما منطقة الـ 82 سنت بهاي المناطق ممكن عملة الدوش كوين ترتد مرة تانية وطبع زباب الارتفاع الأخير لعملة الدوش كوين هو الشعار تويتر يتم تغييره ووضع علامة الدوش كوين رغم أنه شعار منصة تويتر في جميع العقود الرسمية والترويجية لمنصة تويتر لا يزال الطائر الأزرق يعني ممكن يكون شعارة دوش كوين مؤقت على تويتر ويتم إزالته في وقت لاحق مجرد ما يتم إزالة شعارة دوش كوين بين تويتر رح نشوف انخفاض كبير بعملة الدوش كوين وممكن نقصر قاعش بهالي العملة بتدل تدخل حاليا صفقات شورت على عملة الدوش كوين مع ستوبلوز مع إقفال شمعة أعلى منطقة التسعة سين تونس أصدقائنا كونتنا هاي الفيديو بتمنى هالفيديو كنا العجابات لا تنسى تشترك بقناة فاعزل الجرس حطي وصلك الجديد في عملة رقمي مع السلامة ودبتم بخير